صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ذا أتكلم في ثلاثة نقاط إن شاء الله النقطة الأولى من هذه النقاط أن الدين مرجعية الخلاف فيه بالنسبة لأهله لأن الدين أصلا ما فيه خلاف الدين دا كل حق والدليل قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الدين دا حق ما فيه نقطة باطل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دي نقطة الناس إذا اختلفوا اللي هنا أهل الدين أهل الدين مش الدين في نفسه أهل الدين مرجعية الخلاف أو الاختلاف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه جنوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ده أحسن تفسير وده أفضل شيء تعالج به المشاكل والخلافات بين الناس دي نقطة النقطة التانية من النقاط مسألة الكتاب والسنة فنحن ما دارين طواف ما دارين جماعات ما دارين كذي يا ناس الكلام ذا بقولوا لإخوان المسلمين مو بقولوا سلفيين أو ينتسبوا للدعوة السلفية نحن بنمشي المساجد بنلاقي الصوفية بنلاقي الأخوان المسلمين هنا اللي بقولوا الكلام ذا ليه بقولوا الكلام ذا لأنه عندهم تناقض بيجوا زيسي الإسبوع السواوين في رفاعة ابن تيمية والتصوف ده عنوان لمحمد المنتصر قاتله الله حيا وميتا إن لم يتوب دي مسألة وعندنا مات أبلياسي قاتله الله دي نقطة الليلة النازل بيجوا بأصل الباطل ويقول لك ما تجيب اسمها ناس وما تجيب المشايخ والناس زين ماتوا بعد يوم أم بتلقاهم شغالين محمد بن عبد الوهاب ونتوا تابعين للوهابية محمد بن عبد الوهاب ده مش زول أي زول حي ولا ميت ميت ده قصت معنا لأنه عندك مشكلتين مشكلة الأولى إنه زول والمشكلة الثانية إنه ميت ما أنه زول عالم وداعي التوحيد نحبه في الله وما دعا لي باطل وإنما دعا إلى التوحيد والحق وما من انتسب له نقول نحن وهابية زي ما بقولهن لا نحن سلفيون ولله نحن السلفيين ولله الحمد ونسأل الله يثبتنا على ذلك فالكلام ده أجابه شنو؟ إنه الصوفية بقوله ما تجيبوا أسماء وبجيبوا محمد بن عبد الوهاب وبجيبوا ابن تيمية وبجيبوا غيرهم وبقوله ما تجيبوا الأموات وبجيبوا ديل لما نناقشون بقولوا يا أخي نازل عندهم كلام إنه نحن بخالف بخالف بختلف معاكن انتو بخالفكن انتو لكن كلام يخالف الكتاب والسنة لما نجيبوا مشايقكن ونجي الرد المسألة دي بتبقى ما بتتحملوا نبني تحمل ها قال كذي قالوا وين فياتوا كتاب والله ما عارفين لكن قالوا عنه غايته كذي قالوا دي ما بتنفع جيب كتاب دي نقطة الليلة المرضة اتسرب لبعض الناس قل لك يا أخي نحن ما دارين دارين آية حديث والكلام ده ما عن طريق الآية والحديث كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون وتنهون عن المنكر ده من أجل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحذر من أهل الباطل وأن يذكروا أحيانا بأسمائهم تذكروا بأسمائهم عديل تقول كذي قال كذي والرد كذي ولأن الناس عندهم عندهم غرض مع الأسماء هس الليلة المسجد ده نقطة نقطة وشبر شبر إذا قلت في زول قال الصحابة اقتتلوا في السلطة يقول لك باطل 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 محمد مصطفى قال كذي يا هاب تقوم زي الكعة دي معناها المشكلة في شنو معناها في مشكلة تانية ما في حاجة يسمى عقيدة الولاء والبراء وفي الحب في الله والبغض في الله قل لك أنا فلان بحبه في الله ها كيف بحبك في الله دي مش عبادة زي ما بتحب في الله عبادة تبغط في الله شنو عبادة برضو من العبادات والآيات والأحاديث نحن جبنا الكتب دينا دي وذكرناه وذكرنا الأسماء وحتى أنصار السنة مش الناس بتقول أنصار السنة اهي والمركز العام اهي جبنا الاستجابة بتاعت المركز العام جايبين نقل نقل إنه عن أيوب صديق من الجريدة إنه برود على البراء تاني في شنو حتى أنصار السنة مش بقول أنصار السنة اهي حتى أنصار السنة جبنا بجيبه ولا ذلك يجيبه وانهنا ما نجيب ولا كيف دي نقطة من النقاط تذكر الأسماء والآيات والأحاديث الواردة في هذا الأمر كثيرة منها قول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ومنها قول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ومنها قوله تعالى وأضلهم السامري وأضلهم السامري وآيات ذكرت الطوائف وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح ابن الله بعد ذا كنتب تذكرهم تذكر الطوائف وكذب دمنا الدين ديانة لله تعالى دي نقطة في السنة من النقاط النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما بأعيانهم واستدل على ذلك استدل ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب إجماع العلماء في الهجر والتحذير من أهل الأهواء دا مقدم له الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وغيره من ثلاث علماء مقدم له وألفه خالد بن ضحوي الضفيري حفظه الله تعالى الكتاب دا من الأدلة قال في البخاري ذكر حديث ذي الخويصراء التميمي وذكر الحديث وإنه اعترض أو جاء وقال له ما هذه قسمة أريد بها وجه الله وقال أعدل فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله قال وإي حق إن لم أعدل فمن يعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ذا قدامه قال فلما تولى الرجل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال دي لسدى اللباء بن تيمية رحمه الله قال أشار إليه وقال يخرج من ضئضي هذا قال قوله هذا تعين هذا دمى تعين وبعد تولى تولى يعني شنو يعني انصرفوا مشا خلونا مع ذي الناس زارين يمشوا ويمرقوا أنا بتم الكلام دين الجامعة قعدة المروحة دي براء بتم الكلام لما انت يخلي نتمه إن شاء الله تعالى دي نقطة فلذلك كنت أعرف المسألة دي ودي مسألة أخذ ذكروا وذكروا فيها إجماعات ذكر إجماع عن الإمام النووي وكتاب الأذكار جبناه هنا ذكرنا المسألة فيها باب ما يباح من الغيبة وكتاب رياض صالحين باب ما يباح من الغيبة وفي كتاب مختصر من هاج القاصدين لابن قدامى جاب باب ما يباح من الغيبة على الزكر آفات اللسان والمسألة لنا غشناه كثيرا يعني في فهم المسألة دي هنا بيقى تواضحة تذكر أسماء ما في حاجة يسماء تجيب لنا آية وحديث وما تجيب لنا أسماء ما آية هذه الزيبة القرآن ده كله قارته لسه شكوا تشككوا أو فإن كلام الزلد باطل وما باطل ووى إلى خير وشبه تدار إلى الآن وتفند شبه شبه تفند والإله الحمد بعد ده الناس يقول لك لا نحن في النهاية الكلام ده ما دارينه هنا وما محتاج له وكذي لا محتاج له كلام انتشر في الآفاق ياخد دي نقطة النقطة التالتة والأخيرة مسألة الهجر والشدة لأنه في بعض الناس يقول لك يا أخ خلاص عرفنا المسألة دي باطلة لكن كمان نحن نسمع الحاجات التانية والمسألة الباطلة دي شنو خليها بي جنبه نعمل حسابنا وكذي الشغلة دي كيف النبي عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وذكره بن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لولده بلال بن عبد الله وبلال رحمه الله كان غيورا وده شأن التابعين وشأن الصحابة من قبلهم فمنع أو أراد أن يمنع النساء من إتيان جنو المسجد فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله جنو مساجد الله فقال والله لنمنعهن فقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن والله لا كلمتك أو قال لا كلمتك قال ابن عثيمين رحمه الله فما كلمه حتى مات ليه قال له الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم الرجل ذا قال له بلال قال لأبيه ذا ما بلال الصحابة الكبير ذا قال لأبيه قال والله لنمنعهن ذا الحديث ذا طوال قال لشنو ما بنمنعه قال له نحن بنمنعين وقال له في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله قال لا كلمتك قال فما كلمه حتى مات الهجر دمه الصحابي هجر منه هجر ابنه وما جل ولده جاءوا بالراحة وكذيه والإسبوع الأول والتاني وشهر كامل الشغل الذي طوال كذيه دا كذيه لا ما كذيه هل دا كلام صحابي واحد زي ما بقول كشة زي ما بقول هو كذيه هل المزال دا حق الصحابي واحد ما صحابي واحد الشغل الذي طوال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لقريب له في رياض الصالحين قال وقد رآه يحذف قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف قال لأخي الشغل حصحازت خدتها بنصب ايه كتا عملك وبيّن فقال أنها لا تصيد لا تقتل صيدا ولا تنكأ العدو وإنما تفقأ العين وتكسر السن قال فعاد فحذف فرآه يحذف فقال أقول لك قال رسول الله وتعود والله لا كلمتك ده الصحابي الكم التاني قال والله قال فما كلمه التاني ما تكلم معه زول يدوا حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكه لا بيتكلم وبعد يتكلم ما بناغش نغاش يعني نغاش تفصيل العلماء زي ما في شرح السنة للبروهاري الفوزان حفظه الله يتكلم عن المسألة صفين والجمل في النهاية يتكلم عن المسألة وإنه في خوارج وفي ناس بتاعهم فتنوا كذي ومشى طوالي وذكر آية وذكر حديثا فذكر الآية قال وما قال والصحابة وما حدث بين الصحابة لا يذكر إلا من باب الاستغفار لهم والدعاء لهم الدليل ذكر دليلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قال له لا تمنعوا قال والله لم ننعونا لا كلمتك أمسكوا ما بمسك لا كلمتك بس ما بيش أمسكوا لم أمن أمسك نتكلم وكل يومين نجيب شبه خلاص لا كلمتك لا كلمتك دي بيني وبينك اتنين اتكلمت في الملأ يرد في الملأ تبت ده المقصود دي كل النقطة والمسألة دي الناس ما تخرج منها بإنه شنو بس الصحابة وكذيو إنهم خلاص نحترمون وكذيو لا نحترمون وما نرضى كلام فيون والبتكلم فيون نهجروا والبراف غزاتوا نهجروا البراف غزاتوا والبدافع عنه نهجروا في الله تعالى ودي نصوص ذكرت والمسألة دي فصلنا فيها كثير النقطة الأخيرة وإن كان دي أربعة ما عليشين ثلاثة لكن دي رابعة نحن جيبنا الإخوان دي الجزاء الله خير أو جو بارك الله فيون وتكبدوا المشاق وفيه أشياء الله يتقبل منهم جو من أجل أن يردوا شبهات والشبهات دي ردت وبينت ولله الحمد وفصلت تفصيل الزول بيقعد يسمع لما نتموا للكلام وتاني يعترض عليه واعتراض مباشر ويصبر لما نتم الاعتراض ويتحمل ويكتب ويبدأ يرد وتاني قضعه وبرضه يصبر لما نتم وبعد ذا لسه الزول مصر إنه أنه في نفسه شيء عليه نحن ومنحكم بما في الضمائر لكن الله تعالى قال عن إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب وما كنا للغيب حافظين ديال بيجوا من هنا ديالي أخ بيجوا بقعدوا هنا ناس بيجوا مراتي خرمجوا زي دا بيجي بخرمج وبيمشي هناك بيجي بخرمج ما بتعارفوا انتوا بتعارفوا دا بيجي بخرمج تجي تسلم عليه ومحترمه وده زول جاك ما بنقول ما تسلم عليه تبقى مارق وضيق وما دائرين وما دائرين لا دائرين دائرين أشيل برد الله تعالى حتى نلقاوه ودي شبهات أزيلت وتاني لو في شبهات أزيلت تناقش لكن أنا قايل شبهات أزيلت نكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد عليه بارك الله فيكم جزاكم الله خير وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان